إيه اللي بيقوله العالم وإيه اللي بيقوله الكتاب المقدس ففي الصورة اللي قدامنا هنشوف حاجة مهمة قوي تبتدي في الجزء الأزرق اللي فوق ده بتبتدي بالانفجار العظيم بيقولك إيه إن العالم الكون ده كله تكون من تمدد كبير للمادة زمان كانوا فاكرين إنه الكون ده ثابت لحد ما جاء واحد اسمه إدوين هابل عمل هابل تيليسكوب يبص فيه على الفضاء لقى النجوم والأجرام بتبعد عن بعض فقال لك يبقى ضروري بدأوا في نقطة واحدة فسموا النقطة دي السنجلاريتي النقطة المتفردة دي النقطة المتفردة دي فيها إيه فيها المادة والطاقة ما فيش دمن وما فيش مساحة تمام النقطة دي لما يكون المادة والطاقة مركزة كده قوانين الطبيعة ما تشتغلش ده الناس بتوع الهوكينجز ستيفن هوكينز والناس بتوع يعني بقولوا في البدء كانت طاقة بالزبط أو المادة دي برضو مين أوجدها ما يعرفوش يجيبه بس حتى المادة دي عشان تتمدد قوانين الطبيعة اللي نعرفها دلوقتي ما تخليهاش تتمدد فبيقولوا محتاجة معجزة بس هما مش بيؤمنوا بالمعجزات لأنه مش بيؤمنوا بالله اللي هو خارج الزمن ويقدر يعمل حاجات معجزية فبدايتها فيها مشكلة والاستمراريتها فيها مشكلة لأن الغازات دي لما تتمدد تعمل غازات عشان تخليها تعمل نجوم تتكبس على بعضها كده دي محتاجة نظام تاني خالص قوة تانية فبيقولك أني مشكلة حتى مش عارفين النجوم تكونت إزاي لكن ده اللي بيدرس على أساس ده العلم وهو ده كده وده اللي حصل مش ده اللي حصل فبيقولك أني أول ما قاله على الانفجار العظيم ده قالك أنه من حوالي 15 بليون ل20 بليون سنة شوف حتى التقديرات واسعة إزاي البليون ألف مليون نعم تمام جوم دلوقتي بيقوله هو 13.8 من 10 بليون سنة فكانوا غلطانين في واحد واثنين من 10 بليون سنة كاني دي فكة يعني فعايز أقول أني دي افتراضات وعلينا ندرس الافتراض ونشوف النظرية بتقول إيه ونشوف فين المشاكل اللي فيها عارف يا سيس نظار كنت مرة في محاضرة وواحد بيتكلم عن الانفجار العظيم من ناسا وراجل عظيم قوي فقلت له على شوية المشاكل فقال لي آه احنا عارفين إن فيها مشاكل بس إيه البديل؟ فواحد من الفيزيائيين قال يعني عايزني أؤمن بالخليقة يعني بتقوله آه هو ده اللي محتاجين نؤمن به إن الله اللي خارج الزمن والمطلق الحرية والقوة والقدرة وهو مصدر الحياة هو العمل الكون ده منطقي عن إني أقول الانفجار العظيم وبعدين بنكمل في الانفجار العظيم عملت الأجرام السماوية من 10 إلى 12 بليون سنة والشمس من 5 ونص بليون سنة والأرض من 4 و 6 من 10 ومرات بيقولوا 5 من 10 بليون سنة وبعدين بيقولك الحياة نشأت في المية وبعدين طلعت لبرة وبعدين كلمة الزواحف الأول برمائيات وبعدين زواحف وبعدين الزواحف طارت يعني بيقولوا الديناصورات هي من الزواحف ده هم أصل الطيور ودي قضية تاني تحتاج ساعة عشان نشرحها وبعدين اتكون دبابات الأرض ومنها الأرود وبعدين جال إنسان في القناة فده اللي العالم بيقدمه لنا وهل في بعد الإنسان في تطور أكتر الله أعلم بقى هما ما يبونوش بالله طبعا لكن مش عارفين تعال نشوف بقى الكتاب بيقول إيه يقولوا خلينا في البركة مش في قلتها زي ما بيقولوا نعم ففي جزء السفلي من الصورة قدامنا بنبتدي بالخلق والخلق ده عمل معجزي نعم عمله الله محدش يقدر يعمله غير الله قال فكان هو أمر فصار فصار والخلق طبعا بتفصيلاته مش هنقدر ندخل فيه بالتفصيل بعد كده الخطيئة والموت اللي دخلوا للعالم لأن الله أعطى آدم وحواء حرية الإرادة وهم بإرادتهم كسر وصية الرب ناس كتيرة بتسألني ليه ربنا حط شجرة معرفة الخير والشر عشان يبقى فيه اختيار لأنه لو ما فيش عندي فرصة أني أعصى الرب يبقى أنا ما عنديش إرادة فالرب أعطى الإرادة وعطاهم التعليمات وخلق الإنسان كامل يعني عنده إرادة وعنده عقل وعنده فكر وعنده تمييز وبيقدر يعمل قرار بالزبط وكان متقدم مش روبوت آه مش عرأس متحركة بالزبط وبعد كده فيه التفان العالمي اللي أثر على طبقات الأرض والحفريات وتاريخ الديناصورات وكل الأمور دي نقدر نفهمها من التفان العالمي اللي كسر القشرة الأرضية يعني كل الكونتنانس اللي هو القارات كانت متجمعة في حاجة اسمها البنجية وبعدها بتدت تفك عن بعضها حتى العلماء الجيولوجيا الغير مؤمنين بيؤمنوا بالفكرة دي إنه كانت قطعة واحدة وبتدت تتكسر تتكسر وصار فيه البحار بالزبط هو الرب في أصحح واحد من سفر التكوين في اليوم الثالث أمر ليابسة أن تظهر ومجتمع المياه دعاه بحارا وبعدها في التفان بقى اتكسرت القشرة الأرضية دي وعملت القارات فلما تيجي فاحنا بنؤمن أن حصل هذا الانفجار الكبير بتاع التفان نوح لأن ينابيع الغمر العظيم انفجرت وكسرت القشرة الأرضية والتكتينيك بليتس دي لسه بتتحرك دلوقتي يعني وحنا قاعدين في الستوديو هي بتتحرك حوالي خمسة لعشرة سنتي في السنة واو فالكروة لسه بتتحرك بتتحرك يعني بتبعد ولا بتقرب بتبعد بتبعد في اتجاهات مختلفة تبع القوى اللي بتحركها فانت لو بصيت على أمريكا الجنوبية وعلى أفريقيا تلاقي انك تقدر تركبهم على بعض وده صحيح دي التكتونيك بليتس فلو قاسوا المسافة مثلا خمسة الاف كيلو متر مثلا واحنا بنتحرك من خمسة لعشرة سنتي في السنة يقسموا ده على ده يبقى محتاج ملايين السنين عشان نفك من بعض هم نقول في طفنه حصل الفكة الكبيرة عن بعضيهم وبعدين بنتحرك ببط إيه الإثبات 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 ان فيه حاجة اسمها كاتاستروفك جيولوجي وحاجة اسمها يونيفرماتيريان جيولوجي يعني إيه الكاتاستروفك اللي بيعتمد على الكارثة ولما حصل السونامي في جنوب شرق آسيا فيه حاجات تتحركت في ظرف ساعات فالتحرك يعتمد على الطاقة اللي حركته مش على الزمن وطبعا فيه إثباتات تانية كتير قوي البليتس وإزاي تحركت فوق بعض وعضايا تانية جميلة جدا ففيه إثبات علمي للكلام اللي احنا بنقوله ده فإحنا بنؤمن بالجيولوجيا الكارثية هم بيؤمنوا بالوتيرة الواحدة نفس المعدلات اللي احنا بنشوفها دلوقتي هي اللي حصلت في الماضي وبيرفضوا تفنوح لأنه في عندنا بالصحراء في الجنوب منطقة دائما بيستخدموا الاستلاح اللي هو فيه كريتر كبير زي شق كبير وفيه هيك ألوان تآكلات وهي التآكلات يعني دائما بيحاولوا لما بتروح مع تور جايد بيقولك هاي ملايين ومليارات سنين طب إزاي نفسر ده أنا الحياة روحت الجراند كانيون اللي هو الأخدود العظيم وقضينا اسبوع مع علماء بتوع جيولوجيا وعلماء في الكتاب المقدس ودرسنا الطبقات دي الطبقات دي ممكن تكون بسرعة رهيبة جدا تعتمد على المية اللي جاية وتوزيع الجزيئات بقى حجمها المختلفة والألوان دي نتيجة يعني فيه حاجات بتتأكسد فتاخد الألوان دي ففيه طبعا إجابة كاملة على سؤال حضرتك بس هي إجابة طويلة جدا لكن فيه تفسير بالجيولوجيا الكارثية دي عن وجود الطبقات بالألوان المختلفة دي فمثلا في الغدود العظيم فيه جبال بألوان مختلفة وفيه نهر الكولورادو بيعدي فيهم فيقولك أن النهر هو اللي شأ هذه الجبال ما فيش قوة في هذا النهر إنها تشؤ الجبال الجبال دي تكونت والنهر جري فيها فاحنا بنشوف نفس الظاهرة بس طريقة تفسيرنا مختلفة ترجمة نانسي قنقر